مرحباً مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكم في هذه الحلقة بعنوان جواسيس الجيش الصيني تصل إلى القاهرة خبر مفزع جداً تابعناه في وسائل الإعلام دون أن ننتبه إلى خطورته ومغزاه وهو افتتاح الصين لمنطقة تجارة حرة في جيبوتي جيبوتي تفتتح ما توصف بأكبر منطقة تجارية حرة في إفريقيا المشروع الممول صينياً متشعب المرامي والرسائل قال رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلا إن السين ستبدأ بميناء قائدة بحرية في بلاده لتكون أول قاعدة عسكرية للصين في أكثر الممرات المائية استحاماً في القارة الإفريقية وجيبوتي قريبة جداً من مصر وفي مدخل مضيق باب المندب طيب واحد يقول لك ما علاقة ذلك بالجيش الصيني دائماً الطجار هم جواسيس الجيوش ومقدمات الجيوش يعني الصينيين الذين نراه في شوارع القاهرة الصينيون الذين يتجولون في القرى المصرية عندما يأتي الجيش الصيني لاحتلال مصر سنجد أن هؤلاء هم الذين يرشدون الجيش الصيني للأماكن والاحتلال ومن يتعاون معه من السكان ومن يجردونه ومن يعني يساهل لهم الأمور لاحتلال مصر والسعودية والعالم والقطر والكويت وكل البلاد العربية والجزائر والمغرب وما إلى ذلك ناس تقول لك والله أنت بتبالغ لا ما بنبالغش فيه حاجة اسمها الخطر الصيني في الغرب عندهم حاجة اسمها علم المستقبليات يدرسون ماذا سيحدث في المستقبل والدليل على ذلك أمران الأمر الأول أنه المغول الذين أتوا من الصين أو حدود الصين أو من منغوليا المجاورة للصين وأتوا إلى مصر جرى من قبل يعني أننا تحصل حرب بين مصر والصين مسألة حدثة تاريخية الأصلا وكانوا المغول فين والتطار فين ومش عارف إيه واخد جاءوا إلى مصر وانفجروا يعني هذه الكثافة السكانية انفجر الأمر الثاني هو أنه الصين بعيدة وإحنا بينا وبينها لا ده الصين قريبة جدا منك الصين قريبة جدا من مصر كيف؟ تعالوا ناخد المسافة من القاهرة إلى بكين تقريبا 8000 كيلو 8000 كيلو المسافة بين القاهرة ونيويورك في أمريكا 9000 كيلو أي أن أمريكا أبعد من الصين مما بعد ذلك رأينا الجيش الأمريكي اليوم وجدناه موجود الجيش الأمريكي في إيطاليا في الجزر البحر المتوسط الجيش الأمريكي الأسطول السادس الأمريكي موجود اليوم في البحر المتوسط وعلى سواحل الإسكندرية يعني الجيش الأمريكي يستطيعه أنا بكلمكم كده يعمل إنزال يحتل الإسكندرية فورا ويستطيع أنه يصل القاهرة في ثلاث ساعات في ظل وجود عصابات عسكر الصليب اللي هي أول ما أي جيش أجنابي يهجم على مصر بتخلع الهدوم وتهرب بالملابس الداخلية وممكن يهربوا بالبوس وممكن يسلموا نفسهم للمحتل الأجنابي يقول لهم يعني اختصبونا ونشتغل معاكم كما جرى مع الجيش الإنجليزي ويعني ده المعتاد في تاريخ مصر إذن من مائة سنة شوف من مائة سنة أنت بتكلم في حال ساعات الزغلوغل في ثورة الف وتسعمائة وتسعتاشر الشعب المصري المسلم للأسف كان ناس اللي بتطلع سازجة نفس اللي بيحصل اليوم لأننا نقرأ التاريخ راجع صور طورة الف وتسعمائة وتسعتاشر على جوجل ستجدهم يرفعون علم أمريكا تخاين في مضاهرات تخرج في القاهرة ترفع علم أمريكا كان يقول لك أمريكا دي دولة بعيدة بيننا وبينها تسعة تلاف كيلو بيننا وبينها المحيط الأطلنطي كله فيعني ما فيش أطمع ولا حاجة وأيام الرئيسي الأمريكي قال المبادئ بتاع ويلسون اللي هي مبادئ تقرير المصير وأن الحق الشعوب تستقل لو كان طبعا يقول هذا في مواجهة بريطانيا كي يطرد استعمار البريطاني ويأتي الاستعمار الأمريكي الذي يعيشه العالم الإسلامي الآن نعم الإسلامي تحت الاستعمار الأمريكي والاستعمار الروسي والهند شوية والصنح أجاب بسيطة برد فالذي جرى أنه بعد ذلك فجئنا بعد الحرب العالمية التانية الجيش الأمريكي وصل إلى المنطقة والقواعد العسكرية وصلت إلى المنطقة لدرجة أنه في حرب 1967 لما تم إسرائيل أغرقت السفينة الأمريكية لبيرتي أمام سواحل بورسعيد والأمريكان ظنوا أن مصر أو جمال عبد الناصر هو من أغرقه في البحر هنا قررت أمريكا ضرب القاهرة بالأسلحة النووية ولذلك من الخزعبلات الكبيرة نقول لك إسرائيل العدي والأول سيناء البوابة الشرقية التي أتينا منها الخطر ده خلام خراف البوابة الغربية جاءنا منها الجيش الفرنسي احتل القاهرة البوابة الغربية جاءنا منها الجيش البريطاني واحتل القاهرة خلال الثورة العربية ولفه نحتل الكبير ده موضوع عقر يعني وأتونا من بورسعيد الإنجليسي العدواني الثلاثي يعني تتجد أن احتلال القاهرة جار في مرات كثيرة من خلال البوابة الغربية ومن دول غير مجاورة أصلا يعني الاحتلال الفرنسي لفرنسا مش مجاورة لمصر واحتلت مصر بريطانيا غير مجاورة لمصر واحتلت مصر حتى اليونان الاحتلال اليوناني والاحتلال الروماني بتاع إيطاليا ده خديما يعني فتجد أن دول غير مجاورة والاحتلال الإيراني ده الفرسة حتى رجل جوم احتلوا مصر زمان فستجدوا ان دولا غير مجاورة احتلت مصر فاسرائيل انا بعتبرها عدو في مرتبة اثنين او ثلاثة لكن الامريكان والروس والصينيين هم العدو رقم واحد واثنين وثلاثة اسرائيل ممكن تبه الرابع او الاداة او قاعدة عسكرية متقدمة اه لهذه الدول يبقى مفاده هذا ايه ان انت لو خدت عامل البعد ان مستبعد ان الصين تحتل مصر استنادل انها بعيدة ابا هذا الافتراض خطأ بدليل ان دولة مثل امريكا بعيدة جدا عن القاهرة وجاءت وهي الان على يعني متدر القاهرة اصلا وهي بتحتلها والعسكر دول مجرد عصابة اللي هم الغفر اللي شغالين في العزبة المحتلة التي اسموها مصر طيب نعود بقى ليه ما علاقة انه يفتتح منطقة للتجارة تجارة بتقول لي اه جوسي الجيش الصيني وصلوا الى القاهرة اعلقت هذا بذلك اذا رجعنا كل الحملات العسكرية في العالم او غالبية الحملات العسكرية سنجد انها بدأت بالتجارة وبدأت بانشطة غير عسكرية على سبيل المثال استعمار الانجليزي للعالم الاسلام بدأ بايه بالتجارة استعمار بدأة الانجليزي بدأة بالتجارة شركة شركة الهند البريطانية التي قات على مملكة الهند الاسلامية الهند كالكلات حكم المسلمية شركة الهند البريطانية ملكة اقتصادية بدأت عملت لها جيش واستعمارة الهند وشركة الهند البريطانية هي التي كانت هي التي اسست ملكة السعود القائم هذا وكانوا يدفعون لجد الملك سلمان ابوه عفوا ابوه الملك عبدالعزيز اللي هو جد محمد بن سلمان وابو ابو سلمان هم الذين جندوا كانوا يدفعون له المال وهما الذين اسسوا يعني الذي اسس المملكة السعودية هذه هي تجار شركة شركة الهند البريطانية المسلحة فالذي جرى تجد ان هؤلاء التجار الانجليز هم الذين فعلوا ذلك الامر ستجده متكرر في حالة استعمار الامريكي للعالم من الذي جاء اولا في الاستعمار الامريكي للعالم المدارس المدارس التنصرية الامريكية جاءت في الدولة العطمانية وفي مصر وفي الشام وهذا سبب انهيار الدولة العطمانية التعليم الاجنبي فاي دولة دليل على قرب انهيارها لذلك انا والله بحط ايده على قلبي وانا شايف المدارس الاجنبية بتنتشر هكذا ولما وزير تعليم العسكر الغى المدارس التجربية التي تعلم الاصفال في الابتدائي بالانجليزي قالوا الحاو ههرب التعليم اللي معوش يعلم ولاده على سن خريج جامعة الامريكية بيفهمه ده خريج جامعة الامريكية شوية جهلة هل وجدتم احدا من خريج الجامعة الامريكية ولا البريطانية ولا غيرها الخلاف الجامعة الامريكية اللي بقالها ميت سنة اقريبا في مصر وهي جامعة تنصرية هل وجدتم احدا من خريج الجامعة الامريكية انها بغم في مجال ما ابدا وانت فكرك انهم ما يعلموا حاجة عيدلة ابدا انما هم يعلمونهم اللغة الانجليزية فقط عشان يعني يكونوا خدم للمستعمر تمام يعني يعرفوا العرب والانجليزي بحيث يدرسوا دو يدرسون احنا لحساب المستعمر يقدموا بياناتنا لحساب المستعمر مثل الباحثين في الحركات الاسلامية لحساب امريكا والمركز الغربي انما هم جواسيس او عيون الامريكان والغرب المسيحي على المسلمين تمام عمل زي اللي بيدرس جيش كده عشان يعرف نقاط ضعفه فالاستعمار الامريكي لعالم الاسلامي بدأ بايه بالمدارس انا فتحت مدرسة النهاردة في المكان اللي انا مقيم فيه وابناء الناس جات اول شيء هعرف اسره من ابوه متخنق معامه ومين عامه واكل مرس مش عارف مين ومين ممكن يجي بالفلوس ومين كده وبعدين عندي اطفال في الابتدائي ستة ابتدائي بولة ابتدائي وتانية ابتدائي وتانية ابتدائي فانا مراحز الطفل منذ نشأته وبداياته من الزكي من الالماعي من اللي يأتي بالنساء من اللي يأتي بالنساء من اللي يأتي بالمال من اللي يحب الشهرة والمجد والكذا بحيث ان احنا ممكن نعني نفخامه الاستاذ الدكتور المفكر الكبير الاعلام الشهير وهكذا نطلعه في التلفزيون او كذا وانا بدأ في فجنيده لانه يعني جمال عبد الناصر جد ابوه خريج مدرسة تنصير امريكية في اسيوم ومع امينة ناصر برضو خريجه في مدرس تنصيرية في اسيوم فالانجليز درسين ابو جمال عبد الناصر ثم جمال عبد الناصر نفسه مش جمال عبد الناصر بس لا واستدكن في خريج مدرس اقبام نصارى برضو نفس الحكاية يعني ده نبريك كيف يأتي الاستعمار لما نأتي النشأة إسرائيل أول من جاء لفلسطين المسلم الجيش اليهودية لا المسلحون اليهود لا من الذين جاءوا جاء الحجاج من حج نعرف ربنا في الفتح الإسلامي لمصر من الذي فتح مصر عمرو بن العاص طب وإيه حكيت عمرو بن العاص كان شغال إيه عمرو بن العاص القائل الإسلامي ده هو كافر كان شغال تاجر كان شغال كان تاجرا في الجاهلية كان سفيرا كورايش كان هو اللي بيروح الدول الأجنبية وزار مصر فيه الجاهلية وهو تاجر فعارف مداخلها ومخارجها ونقاط ضعفة والاستعمار الفرنسي وغيره وحتى أنت لما تيجي تشوف احتلال الفرنسي للشان بدأ بالامتيازات الأجنبية الفرنسية والاحتلال المسيئي الصاليبي كله للدولة العثمانية بدأ بالإيه؟ بالتجار التجار النصارى أو اليهود أو الأمريكان أو الصينيين في وضعنا الحاجة السؤال الثاني هل النص التجار جواسيس عم لا؟ الإجابة نعم ولا؟ بمعنى أنه التجارة هي من المهنة التي أتخفى فيها الجواسيس يعني أنا عاوز أروح الجاسس على بلد أفتح محلي في مكان بعرف المكان اللي موجود فيه ومن اللي موجودين وكذا وبيشتروا ايه وبيعملوا ايه ويبدأ يدخل فيه المجال فالتجارة بتتيح للتاجر التنقل بين كل المدن فده أنا مثلا شغال تاجر في تركيا مش هتنقل بين كل المدن التركية وعرف مين هنا ومن هناك ومن كذا ومن كذا وسو كذا يبقى عمقول ايه في كل مكان فالتجارة والمحلات والشركات هي مجال يعني ما فيش ضابط مخابرات بيجي يقول لك أنا هيجي واحد ضابط صيني أو إسرائيلي وجاي يشتغل في القاهرة أنا انت عدنا بتعمل يا ابني أنا ضابط مخابرات حضرتك لا بيجي في صورة رجل أعمال مالك بنك أو جاي يفتح بنوك وممكن يفتح لك بنوك يعني يعني يكون مسلا مخابرات الأمريكية وتفتح بنك مسلا للإمارات او المخابرات الأمريكية وتفتح بنك للزنباوبا يظاهرون انو تابع زنباوبا لكن هوبيضور منين والمخابرات الأمريكية والزنباوبا هؤمن اللي يقابين قدامك في الصورة لكن من يsoldر في الخلف يأخذ بياناتك وعنوينك وتلفغيرات وكل شيء بقى إيه يعني يبقى مجال انه يعرف عنك كل شي يعني بشوف من يمكن او نحقد مؤتمرات ونبدأ نجنب بقى مؤتمرات دي ما عاوزين نجنب مشايخ نجيبهم في مؤتمر ونبدأ نشوف من منهم عنده يعني بيزل نفسه من اجل المال نجنده واللي ما بنجد انه ما بيزلش نفسه من اجل المال نستبعده وهكذا مش موضوع مش عايز اخلش فيه كل المهن المخابرات بتدخل تحت استطار اي مهن مهنة الصحافة المخابرات عاوزة قابل رئيس تقيم زباط المخابرات فيبعت له الذول على انهم صحفيين في جاية النيورك طايم جل الجديد كذا او على انهم باحثون في الحركات الاسلامية او انهم كذا يعني اطباء مهندسين او ما الى ذلك فبالتالي مينة الباعة الجائلين اللي يقوم بها الصينيون او كذا يقيني ان من بينهم جواسيس يرفعون كل كبيرة وصغيرة عن مصر والعالم الاسلامي اي في الباد اللي هم فيها الى المخابرات الصينية رأسا الامر الاخر ان هؤلاء التجار وان لم يكونوا جواسيس الان فهم جواسيس محتملون مستقبله يعني ايه وقت ما الجيش الصين يأتي يدخل الى مصر يحتل مصر يقدر الله ماذا سيحدث هيأتي بالمصطينيين الذين اشتغلوا بها جائلين في مصر من قبل تعال ايه احنا عايزين نخش المدينة الفلانية نخش منين والطرق والاتجاهات والسكان وهنا من كويس ومن وحش وكان من خمارة ومن بيارتشي ومن بيازن ومن بيسرق ومن لص ومن كنسساء ومن يبيع ابوه وهم ومن ديوس ومن مجاهد ومن مقاتل ومن كذا يعني يجمع كل الباعة يعني اللي لم يكن هؤلاء التجار جواسيس الان فهم جواسيس مستقبل انا كي نبين قطورة الصين ووجودها في العالم الاسلامي يجب ان ندرك انه عدد سكان امريكا 320 مليون نسبة عدد سكان الصين مليار و400 مليون نسبة اي ان عدد سكان الصين اربعة ضعاف سكان امريكا يعني كل امريكي واحد فيها اربعة سنين مقابل لك الصين خمسة سكان العالم يعني من كل خمسة عشونة في العالم واحد صيني والاربعة الباقيين متوزعين ما بين مسلمين على مسئيين على بوزيين على زنبابويين على مش عارف ناجيين نقسمهم بقى فطبعا دي كتلة مخيفة جدا كتلة الايه الصين الذي نود ان نقول ان خلال التاريخ الاسلامي لم يكن المسلمون يسمحون ليه غير المسلمين او غير رعاية بلاد المسلمين بالاتجار داخل بلاد المسلمين يعني تعرفين البحر البحر الاحمر كان بحيرة اسلامية مغلقة ممنوع سفينة مسيحية عد فيه كان ممنوع التجار المسيحيين يدخلون البيض الاسلامي هو التجري المسيحيات من اوروبا او كده يسلم في الميناء ويمشي انما يدخل يتجول في البلاد لا سيدنا ابو بقر الصديق رضي الله عنه وهو ضبط مقابرات خطير جدا وكان معه الملفات ما بحث امن الدولة باعتباره نسبة العرب كل واحد ابوه مين وامه مين زي امن الدولة كده عملك ملف هو كسيدنا ابو بقر الصديق دماغه يعني ايه هو فيه كل الملفات بتاع العرب فارسل رسالة الى يزيدي ابن ابي سفيان اللي لم تكن تذكر احد قادة جيش المسلمين في الشام فبيقوله في رسالة وانا اقول مضمونها طبعا خطيرة جدا في علم المخابرات بقوله اذا جاءتك رسل عدوة يعني جاي سفراء الجيش العدو اللي انت بتحاربه ليزوروك فلا تطل مكثهم عندك فلا تطل مكثهم عندك فلا تطل مكثهم عندك مش يجي التاجر يقعد خمسمائة سنة ويقعد يتجول في القرى المصرية ويشوف ويعمل لا فلا تطل فيقوله فيتطلعوا على فيعرفون مواضح خللك مع اي اي مكتعة في خلق البشر مش ملايسه ملايك ففي اي خلق فتطل ماطق خللك ومواطق قوتك وكذا ولا تترك احدا من قبلك يتحدث معه يعني ما يباش انت قاعد جيش قاعد تتكلم معي ويقوم مثلا قاعد اليمين وقاعد الشمال يخشوا في النقاط فيبدأ افهم من هذا ومن هذا ومن هذا ان المرء مخبوء تحت لسانه لابد يتبحث مع ورائي الظاهر وله اهمية بقى سيدنا ابو وقر الصديق رضي الله عنه اللي عارف الانساب وكل واحد مين ماشي مع مين ومين رايح مع مين ومين جاي مع مين فنرجع لرسالة سيدنا ابو وقر الصديق فكان بقوله وما تخلوش يلف وما تخلوش يعمل كده نصيح ارجو ان تكتبوا على جوجر رسالة ابو وقر الصديق رضي الله عنه الى يزيد ابن ابي سفيان تقرؤونها علم مقابرات على فكرة الصحابة كان ضباط مقابرات ترزعوها وانا بيزنا ان شاء الله سأعد حلقة عن اين تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة علوم المقابرات المهم هناك خطط صيني قادم انا في اعتقادي ان الجيش الصيني قد يخرج ويبدأ في احتلال العالم ممكن خلال 20-30 سنة فارجو ان ناخذ حذرنا من الآيان كفاية اللي حصل لنا وبيحصل لنا ارجو مشاهدنا ان تكون الصورة خطلحت والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته